أن علماء الفقه والشريعة لما تحدثوا في هذا المجال قالوا ما ألجأنا إلى الجواز إلا عدم البديل ولكن مع كل هذا التقدم ولا نجد البدائل في بلادنا هذا أمر يجب أن ينظر إليه نظرة جيدة السؤال معنا هل الأنسلين أو استخدام الأنسلين من كياس الخنزير حلال أم حرم؟ لما نظرنا إلى المريض المريض ألجأه المرض إلى أن يذهب إلى طبيب والطبيب أمامه استخدامات فيختار منها لازم نحط للطبيب البدائل عشان نضع أمامه المريض البدائل لكن أنا الإشكالية النهاردة نيجي هيقولي لا يوجد إلا هذا النوع إلا هذا الدواء فأصبح النوع أو الدواء اللي موجود استخراجه من الخنزير مشكلة الخنزير معنى أنه نجس يبقى أنا اضطررت أن أستخدم محرم ونجس يبقى أنا في الطراري اضطررت أستخدم حكتين اتنين أنني استخدمت شيء حرام وشيء نجس هي الحرام أعام والنجاسة دي خصية للخنزير مثلا أو للخمر مثلا كما تكلمنا في اللقاء السابق لك طبعا أنا عندي دلوقتي الخنزير مشكلة كبيرة جدا طبعا أنا استخرجه من الخنزير بعض العلماء لما تكلموا في استخدامات الخنزير قالوا نحن ممكن نستخدم بعض الشعيرات الخنزير نحن نستخدم بعض الأحزائية مش عارف إيه أشياء حتى ونستخدمش في الجسم إنما النهاردة أنا هستخرج من الخنزير شيء يوضع في جسد الإنسان ده وشهو استخدامه مرة واحدة الاستخدامه ممكن على مدار اليوم أكثر من مرة واستخدامه وده مرض من الأمراض المزمنة فهضطر أن يكون استخدامه استخدام كثير طبعا إلا جاءت من الضرورة طبعا ما الحكم في استخدامه طبعا أنا موجود النهاردة في بلاد إسلامية طبعا لو أنا اضطررت من الضرورة أنا سفرت طبعا أنا هضطرر استخدم هذا الدواء كيفية استخدامه هنرى أن المذهب الأول وهم ساد الأحناف قالوا أن يجوز طب وإيه اللي ألجاكم من يجوز قالوا أن إحنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه الناس ليستشفوا وكان عندهم مرض في أمعائهم وفي بطونهم النبي صلى الله عليه وسلم أفتى لهم وجوز لهم أن يستخدموا أبوال الإبل وألبانها اللبن حلا لكن أبوال الإبل فجوز لهم استخدامها لماذا قالوا أن إحنا استخدمنا شيء ما كانش مباح طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم اللازم أباحه قالوا أن دي أغضر استدلالهم ليهم الأمر الثاني قالوا أن الله عز وجل قاله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إلي إلا ما اضطررتم إلي فإن ألجأت الضرورة استخدامك استخدامك لهذا الأمر أنه مباح طيب السادة الفقهاء آخرين قالوا لا لأن الله عز وجل قال أحل لكم الطيبات طيب أتلم أحل لنا الطيبات وحرم عليكم الخبائث وهذه أشياء من الخبائث يعني من المحرمات ومن النجاسات فإزاي أننا تلجأني لها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم والله عز وجل لم يجعل شفاء هذه أما فيما حرم عليها طيب هنا السؤال اللي لجأنا لي أنا كطبيب بكتب رجيتة أو بوصف الدواء للمريض فالجأت من الضرورة هنا الضرورة هنا قلنا أنها تقدر بأمرين الأمر الأول أن يكون هذا الطبيب طبيب مسلم ثقة عدل يعني مش مسألة أنها بستسهل أو أن في نسبة ممكن أجيب من مكان بعيد أو أن أنا استنى هيجي لي مثلا دواء غيره أو ينفع دواء بديل بس ده أسرع فأقول لا أنا هنا لازم تكون هناك الضرورة الملحة التي يخشى الطبيب على المريض منها أن يهلك والمريض لا يلجأ إلى هذا الدواء إلا إذا ألجأته الحالة أنه سيهلك لمحالة ظنا أو يقينا ولكن ظنا منه أنه سيهلك هنا لا بد أن يحافظ على نفسه لأنه من الضرورات أن يحافظ الإنسان على نفسه والإسلام جعل لنا أن نحافظ على أنفسنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فإن أحسست أننا سألقى بلا التهلكة إذن سألجأ إلى هذا الأمر لكن من قال أيضا بالجواز قال أن يكون هناك البدائل يبقى إذن أنا النهاردة أقول إيه أقول إن إحنا في بلادنا الإسلامية يجب إن إحنا ننظر إلى هذه الأمور زي ما أنا باجي أسأل كسؤال فقي وفتوى شرعية يجب إن أنا أكيب الأطباء لأن الفتوى هنا زي ما هي موجودة مع الشيخ موجودة مع الطبيب والطبيب هو قدرى بأمره يبقى بالتالي إذا كان عندنا الأنسلية ممكن نستخدمه بشري ممكن نستخدمه البقر ممكن نستخدمه النصور طيب في بدائل البدائل دي إحنا نلجأش إليها البدائل دي لازم نلجأ إليها وتكون هناك عندنا بكثرة لأننا في بلاد إسلامية ونتعامل بالشريعة الإسلامية وأن الله عز وجل ما ألجأنا إلى هذا إلا عند الإضطرار إذن أن الأصل أن الله عز وجل أباح لنا أشياء كثيرة وأن الله عز وجل جعل شفاءنا فيما أبيح وفيه هو الحلال لأن بالتأكيد طبعا أن الله عز وجل أحرمه يبقى فيه أضرار كثيرة طبعا لما الدرورة الجيتك لها هنا ننظر إلى أن الله عز وجل هو العافي وهو الشافي فالله عز وجل يعافي واشفي لأنه يعلم أنك اضطررت إلى استخدام ما هو محرم عليك السؤال الثاني وهو أيضا من الأهمية بما كان وده كثرة الآن في بلادنا لو الترقيع الجلد الترقيع الجلد أصبح عندي حوادث وعندي بعض الأمراض واختلاف الأماكن من بلاد إلى بلاد ولما يكون فيها أماكن حرة وساعة ممكن تيجي موجة حرة وفيها بعض الأمراض والفطرات الحاجات التي تصيب جلد الإنسان هنا بقى جلد الإنسان ده من أهم الأشياء اللي موجودة في جسد الإنسان لأن وظفته الجلد الجلد اللي احنا بنشوفه ده وظفته حماية الأجزاء الداخلية والحفاظ على كل مكونات الجسم أنت بتشوف جسد الإنسان وهو مغلف بهذا الجلد تخيل بقى أن هذا الجلد من الخطورة بالمكان لو أصابوا أي مرض هو ده أول شيء لمركز إحساس الإنسان وده اللي ممكن من خلاله يخش أي مرض يسيب الإنسان إنما شوف البعوضة اللي النموسة لما ديجي تتضعف على جلد الإنسان إنها بتحط بالشوكة بتاعتها وبتضع مرض أو تسحب دم يبقى الجلد ده ضروري جدا للإنسان حفظ الأجزاء الداخلية هو مركز الإحساس واللمس والألم توازن السائم لداخل الجسم حفظ درجة حرارة الجسد طيب أنا أحافظ عليه إزاي قال لي أصابني أي مرض أو أصاب إنسان في حدثة أو الحروق مثلا عفانا الله وعفاكم طيب قال جيتنا الدروري إن أنا أستخدم جلد للترقيع طيب جلد للترقيع ده قال لي بأنت قدامك يا إما من جسم نفسه من بعض اللي رأع من جسم نفسه أو من المثل إن أنا جيب واحد وحط شخص آخر أو إن أنا جيب من بعض الحيوانات الصغيرة أو إن تلجأني إن أنا أخد إيه؟ جلد الخنزير طيب لو أنا هاخد من جسم الإنسان يبقى أنت هتاخد من جسد الإنسان ما فيش مشكل في بعض العملات الكبيرة بيضطروا أن يأخذوا من جلد الإنسان من بعض الأماكن المخفية يحطوها والجلد بيتلأم وسبحان الملك هو الخالق صمع الله الذي أتقن كل شيء يتلأم الجلد مرة ثانية ويعيش الإنسان في حياة كريمة بعد ذلك لأنه صمع الله سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء طيب نقل الجلد من منطقة اللي من منطقة بيجيب من منطقة سليمة لمنطقة مصابة تمام اللي تعود الجلد التالف فيه جلده مكتلاف لبعض الأمراض أو لبعض الأشياء ترقيع جلدي بمن نفس الشخص بسميه ترقيع ذاتي أو من شخص لشخص آخر بسمه ترقيع مثلي أو من حيوان أي أن كان هذا الحيوان فبسميه ترقيع حيواني إذن في مسألة ترقيع جلدي الإنسان يا إما ذاتي يا مثلي يا ترقيع حيواني العلماء أجازوا الأمرين الأولين هو ترقيع إما من الترقيع الذاتي من نفس جسم الإنسان أو من جسد آخر حسب التبرع الإنسان أما الترقيع الحيواني فقال لي ما هو الحيوان اللي هترقع منه واللي هتأخذ منه هذا الترقيع آه دخلت بقى في الحيوان حيبقى هنا الحيوان هل ده مباح أم محرم وهنا ده السؤال المهم هو هنا هل الترقيع من الحيوان قال لي الحيوان يجوز إلا إذا كان حيوان محرم طب قلجأتنا الضرورة إلى الترقيع بحيوان محرم وهو الخنزير خنزير قال لي أنت بتحتاجته لإيه قال لي والله أنا عندي دلوقتي أمراض استقصال أورام عفونا الله وعفاكم وعندي حروق وعندي حوادث ونسب الحوادث ما شاء الله بقت عندنا كثيرة جدا 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 وطبعا مع سرعة العربيات ومع الحوادث التي تبقى على الطرق الإنسان اللي بيخرج من الحادثة ربنا عافق جميع بيبقى يكاد يكون إن هو اتكسر وبعض أجزاء جسمه ممكن تكون إنها قطعت حفظنا الله وحفظكم لكن الجايتنا الضرورة الآن إلى استخدام الترقيع الجلدي وده أظن في معظم الحوادث دائما بنستخدم الترقيع الجلدي ده في معظم حوادثنا طيب مشاكل الحروق وده بتبقى كثيرة موجودة عندنا الجايتني ليها إن أنا استخدمها طيب قال لي العلماء عندي على أمرين قال لي لي لا يجوز ويجوز لكن الأصل عند كثير من العلماء قال لي مسألة ترقيع جلد الإنسان بجلد الخنزير لا يجوز طيب إحنا لو نظرنا هنلاقي إن يعني بعض العلماء كان بيميل إلا في الضرورة إلى بعض المسائل إنما جينا هنا قال لي لا في وجود بدائل في وجود حيوانات في وجود متبرع في وجود الإنسان نفسه فإزاي إن أنا أقدر أجيب جلد محرم من حيوان خبيث محرم أحطه في الإنسان قال لي ده زيادة على ذلك إن أطباء كثيرة وسقة وعدول في نفس المجال قالوا إن سبحان الله يعني معظم الحياة اللي شافوها في نقل أو توقيع جلد الإنسان بجلد الخنزير إن الجلد لم يتلقى مع الإنسان متجنس مع الإنسان طيب معنى كده إن الأشياء المحرمة إن كان زي ما قولنا قابل ذلك إن الضرورة هي التي ألجأتنا كما قال الحق تبارك وتعالى ألجأتنا إلى هذا إلا أن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى كما قلت صنع الله الذي أطقن كل شيء في صنعتي لهذا الإنسان لأن هذا الإنسان الله عز وجل لما خلقه كرمه قال تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فالله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان وعلى من شأنه وصخر له الكون نحن نتخيل أن هذا كون كله مصخر لهذا الإنسان هذا المخلوق ولذلك سبحان الله إنسان لما يتقى الله عز وجل ويكتهد يعني يتقى الله ويكتهد الاتنين دون يكون الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات مهم جدا أن يكون الأمرين الأمرين متلازمين في كتاب الله عز وجل آمنوا وعملوا الصالحات إذن الإنسان لما يتقى الله ويعمل الصالحات ويكتهد في عمله أي أن كان هذا العمل طالما العمل مباح وحلال أي اجتهاد فيه الله سبحانه وتعالى يرزقه ويفتح عليه فتحات وأمامنا العلماء كسر في كل مجالات الحياة والله سبحانه وتعالى يجعل له فرقان ويجعل له مخرجا في مجال عملي فيكتهد الإنسان فسبحان الملك الديان أن الله عز وجل في هذا المكان يعني لما قلنا نتكلم في بعض أجزاء الجسد لقينا فيه حوار بين العلماء الكثير لما قلنا نتكلم في الجلد لقينا قليل جدا اللي يويح وكثير جدا على التحريب طب لماذا؟ قالك أنا عندي حيوانات صغيرة وبعض الحيوانات أنا ممكن أخذ منها زائد إن هذا الحيوان خبيث ونجس زائد إن كثير من الأطباء قالوا إنه لا تلأم مع جلد الإنسان لا تلأم مع جلد الإنسان يبا احنا في مسألة الفتوى عند الفقهاء نظروا إليها مش مسألة يجوز أو لا يجوز أو مسألة مباح لا مسألة أن الله عز وجل ما حرم شيئا إلا لضر كبير وهذا الضر الكبير عندما يتلجأنا الضرورة إلى استخدامه يكون بمقدار ويكون هذا المقدار ضئيل جدا يعني إنسان الذي تلجأه الضرورة إلى أن يأكل الميتة في الصحراء لماذا؟ أنها بضع ساعات إلى أن يستدل عليه في طريقي أو أن يعرف طريقي أو إنسان سيشرب خمرا مثلاً الجاته الضرورة مسألة مسألة تكون وقتية إنما في المسائل اللي تجد فيها إن استخدامك لهذا الأمر يكون اللي اضطرار فيه يكون استخدامه أكثر من مرة الله سبحانه وتعالى لم يلجئنا إلى هذا ودي من رحمة الله عز وجل عشان فيه واحد يقول طبعاً لجأتنا الضرورة عم الشيخ طب يا دكتورس للضرورة كذا أو الدكتور يستسر الأمر أقول له أسفين الأشياء اللي في استخدام الإنسان الله سبحانه وتعالى رحيم بنا ولما خلق الإنسان وقدر أقوات هذا الإنسان في هذه الأرض بعلمه سبحانه وتعالى المسبق قدر فيها كل شيء وجعل فيها من البدائل الكثيرة ولذلك المجالات الطبية الإشكالية فيها هو عدم اجتهاد علماء المسلمين في استخراج البدائل بل الإشكالية اللي بتجدنا قدامنا اللي احنا نقدر نقول إيه تنفل للاضطرار هقول له الاضطرار يا دكتور هو اضطرارنا إلى وجود البدائل وإلى اجتهادنا في صناعة البدائل لأن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى لما اخترى تقول كنتم خير أمة أخرجت للناس جعل في هذا الاختيار أن كان على اجتهاد واجتهاد هذه الأمة هو الذي يحافظ على أبنائها وحفاظ على أبنائها لا يكون إلا بالعلم ولذلك في أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم من القلب لو نظلنا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق تم مسألة العلق والمضغة ده فين الأطباء اكتشفها إمتى؟ ده في أوقات قريبة لما بعد تحت الأجهزة والميكروسكوب والأجهزة الحديثة والأشعات الحديثة ده اكتشفناها وبتنين نشوفها بالعلم المجرد أو تحت الأجهزة الطبية ده الكلام ده من أول ما نزل من القرآن الكريم لماذا؟ ليحسنا على العلم ان مهما كانت دقة المسألة دقة المسألة فأن الله عز وجل دلنا عليها سواء في القرآن أو في السنة أو من باب الاجتهاد في استخراج العلم ده الغريب ان احنا نجد الآن عندما نكتشف دواء لمرض نقول ان كانت في الأزمين الماضية أو بعض المخطوطات أو بعض البرضيات أو بعض الحوائط المكتوب عليها كانوا يستخدمون دواء لمثل هذا المرض يعني ان الله عز وجل جاء على هذا المرض وكانت دواء موجود بالفعل واستخدمه أناس أمثلنا أسلفنا أجددنا طب يبقى الجايتنا الضرورة الآن لم تلجئنا الضرورة في كل الأحيان يبقى ان كنا نتحدث عن الضرورة وأن الضرورة التي تلجئ إنسان لاستخدام المحرم أو استخدام النجس لا ليست الضرورة تلجئنا دائما تلجئنا في أشياء نادرة وهذه الأشياء نادرة الله سبحانه وتعالى قال إلا ما اضطررتم إليه هذا الاضطرار يكون ضعيف واستثناء لا يقاص عليه مهما كان الأمر إلا إذا أظن الإنسان أنه سيهلك فحفاظا على جسد الإنسان وحفاظا على حياة الإنسان أنه تلجئه الضرورة إلى أن يستخدم يستخدم شيئا محرما أو شيئا نجسا ولكن سبحان الله إذا أيضا حتى الجادك الضرورة ستجد أنه في بعض الأشياء البسيطة التي يكون قد يكون أكثر منها يكون محرم لكن الله سبحانه وتعالى ما اضطرنا إلى ذلك إلا إذا كان الإنسان يخاف على نفسه حتى لا يهلك إخوتي في الله فاصل ثم نعود إليكم وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدنا إليكم أحباتي في الله على ما ذكرنا من الاضطرار لاستخدام بعض الأشياء المحرمة طبيا هذا الاستخدام تلجئنا الضرورة كما كنا إليه وأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا جوازا في بعض هذه الأشياء الندرة ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجازة للزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهما في استخدام لبس الحرير كانت لحكة كانت في الجلد باستخدام حتى الملابس لأن الحرير محرم على رجال الأمة الإسلامية قال أن هذه الحكة جوز لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن تجوز النبي صلى الله عليه وسلم كان لسنين في الصحابة وأن الأمر لم يكن على الأطلاق ولكن كانت لشيء مرضي يبقى لياتنا الضرورة لاستخدام هذا الملبس طيب الناس لازلين أتوا من عكل وقالوا أنهم كانوا أصابتهم استسقاء أو أصابهم شيئا في بطنهم وجوز لهم استخدامهم لأبوال الإبل والبانها في بول الإبل أيضا لم يكن الأمر على السعة لم يكن الأمر على السعة نجد أن إذن الاستخدام هنا استخدام يازل دولينا له الضرورة المرضية وخوف الإنسان على نفسه طيب نشوف استخدام الحرير كان كثير من الصحابة وكان ممكن يكون في بعضهم لا يستطيع أن يلبس الخشن أو الملابس العادية ولكن الصحابين الجليلين رضي الله عنهما كان هما يصيبوهم مرض بسبب استخدامهم لأي ملابس غير من تكون الملابس الحرية يعني ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان للضرورة الشديدة الملحة يبا كان فيه ضرورة ولكن كانت ليست شديدة لكن قال جاءتنا ضرورة شديدة ملحة لاستخدام هذا فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الملابس إذن أنا عندي ضرورة هذه الضرورة تقدر بمقدارها عند المريض وعند من يفتي وإذا كان هذا المفتي هو الطبيب فيجب أن يشترط فيه أن يكون تكيد طبيب ثقة عدل طبعا أنا زابت للطبيب ثقة عدل وأشر إليه بشيء من زي عشياء المحرمة يجوز ليه أن أنا استخدامه مباشرة لأ العلماء قالت لأنا نسأل واحد واثنين وثلاثة يبقى زاب إلى طبيب الأول والثاني والثالث تبقى المسألة في أن أنا أسأل أكثر من طبيب قال لي لأنك ستستخدم شيئا محرما فقد يكون عند الآخر البديل قد يكون عند الثالث البديل لكن حسم الأمر استخدامك لهذا الشيء فأصبح من المحرم إلى المباح لك فقط لك فقط إذن في الفتوى خاصة في استخدامنا لهذه الأشياء المحرمة الفتوى تخصك أنت وحدك يعني ما جيش أنا مريض مثل هذا المريض أقول طب ألم هذا المريض خد هذا الدواء يبقى ينفع عندي لأنه مش موجود في السوق أو ما فيش اختراع غيره أو هو ده اللي ينفع لا هذه الفتوى من الطبيب تخصك أنت وحدك أحباتي في الله هذا الدين يحافظ علينا في كل مجالات الحياة من أول المعاملات تجارية وبيع وشراء إلى استخدامك أنت للدواء كل هذا لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا البنيان أراد أن يحافظ عليه لماذا؟ لأنه سخر له الكون وما عليه فسبحان الملك قال الحق تبارك وتعالى صنع الله الذي أطقن كل شيء وهذا الإنسان المخلوق من صنع الله سبحانه وتعالى هو صنيعة الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أجرى له في هذا الكون ما يحافظ عليه أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة وفي ديننا ودنيانا وفي أهلنا ومالنا اللهم اصطع وراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا بين أيدينا والخلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وأسأل الله لي ولكم الحفظ والأمان في كل ذمان وفي كل مكان أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر